موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الأخبار المغربية تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد ناسادس ناصره الله أيده القائد العلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المتعلقة باتخاذ تدابير لازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندات والمجندين في الخدمة العسكرية برسم السنة الجارية سيتم ابتداء من يوم السادس عشر مايل جاري الشروع في عملية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وأفد بلاغ لوزيري الداخلية حول عملية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية برسم سنة 222000 أن وزير الداخلية يهيب بالشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية الذين تسلموا أوامر التجنيد التوجه في التاريخ المحدد لذلك إلى مراكز الانتقاء والإدماج المشار إليها في أمر التجنيد وذلك للخضوع لاختبار الأهلية للخدمة العسكرية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير شؤون الخارجية سيد ناصر بوريطة جدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بمراكش التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية من جانبه جدد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو التأكيد على دعم بلاده لسيادة المغرب ووحدته الترابية وفي نفس الإطار أعربت وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تايمون عن تأكيد بلادها مجددا دعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية شارك مئات الفلسطينيين بمدينة جينين في تشيع جثمان مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلي التي استهدفها الجيش الإسرائيلي برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها للأحدث في مخيم جينين للاجئين الفلسطينيين شمل الضفة الغربية المحتلة وتم نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي في مدينة نابلوس وبعد نقله إلى مدينة رامالله شارك المئات من الفلسطينيين في تشيعها وسط هتفات التنديد والغضب والحزن على فقدان أبو عاقلي حيث سيتم نقلها إلى مدينة القطس لتوارى الثرى وسيتم دفن جثمان شيرين أبو عاقلي غدا الجمعة حيث تجرى عليها الصلاة الساعة الثالثة بعد الزوال في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل والدفن في مقبرة جبل صهيون إلى جانب والديها أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن العقوبات المفروضة على بلاده بسبب الحرف في أوكرانيا أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه التحديات الخارجية وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن الحكومات الغربية التي تنقاض بطموحات سياسية متضخمة وقصيرة النظر وبالرهاب من روسيا توجه ضربة أقوى بكثير لمصالحها الوطنية واقتصاداتها ورفاه مواطنها تمكن العلماء للمرة الأولى على الإطلاق من التقاط صورة للثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانع وتشكل هذه الصورة والدليل المباشر على وجود هذا الثقب الهائل بالفعل ولطالما رجح العلماء أن مجرتنا تحتوي على مثل هذا الجسم الضخم فقد لوحظ أن النجوم تدور حول شيء مضغوط وهائل في مركز مجرة درب التبانع لكنه كان غير مرأي نهاية هذا الموجز مشاهدين تفاصيل أوفة عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر